السلام عليكم صباح الخير ومساعة عليكم جميعنا شباب ياربوا تكونوا بأحسن وأفضل حال دايما معكم محمد هلال النهاردة الدرس بتاعنا وشرح بتاعنا مهم جدا عن كيفية صيانة الهارد ديسك بتاعنا يعني إزاي نتخطى البات سيكتور إزاي نعمل له ريبير إزاي نصلح الأجزاء المفقودة في الهارد ديسك بتاعنا فالنهاردة إن شاء الله جايب لكم برنامج جميل جدا أنا هسيب لكم البرنامج في الوصف أسفل الفيديو متحت من غير أي اختصار روابط أو أي حاجة خالص هتلاقوه على الجوجل درايف البرنامج بتاعنا اسمه HDD Regenerator البرنامج بتاعنا هيجي بالفولدر ده هيبقى في ملف التثبيت تمام طبعا هنعمل له نيكست في نيكست الأمر السهل وبسيط جدا بعد كده هنلاقيه اتصطب عندنا أو اتخد منه كوبي أو الشورت لينك على سطح المكتب بتاعنا هنفتح البرنامج فقبل ما نشتغل على البرنامج يا شباب دي نسخة تجريبية علشان نخليها full version أو النسخة الكاملة هنعمل إيه أنا سيبلكو في الفولدر هتلاقو فولدر تاني جواه لو جينا نشغل الفولدر ده أو الملف ده هنلاقي هنا فيه النام هتكتب أي نيم أنت عايزه طبعا لازم يكون بالإنجلش هنا هيكريات لك هيعمل لك كريات للسيريال وبعد كده هتاخد على طول النام وهتاخد السيريال تروح للبرنامج هتعمل زي ما ظاهر قدامك بالظبط هتخش على full version وبعد كده سيريال نمبر بعد كده الفول نيم هتكتب النام اللي انت كتبته هتكتب سيريال نيم اللي انت كرياتته بعد كده اوكي بس بعد كده النسخة بقت كاملة معاك بعد كده كل ما علينا ان احنا هنضغط على كلمة click here دي بعد كده هنضغط على كلمة no بعد كده بيقول لك هو انت عندك كام هارد انا طبعا عندي اتنين انا عندي هاردين هاقلم مثلا على الهارد الاول هاقلم عليه اتنين click هيقول لي please wait وبعد كده هقول له اوكي بعد كده اوكي بعد كده طلع لي ال comment يعني هو هنا بيقول لي انت عايز scan and repair عايز تعمل scan وتصلح ولا عايز تعمل scan من غير ما تصلح فانا هقول له رقم واحد هضغط من على كيبورد رقم واحد وبعد كده enter بعد كده بيقول لي انت حدد لي السرش هيبدأ من كام ميجا بالزبط يعني انا هقول له zero تمام يعني انا هقول له بدأ لي من الاول خالص وهضغط طبعا او هكتب علامة الام يعني اللي هي zero ميجا بايت تمام شباب بعد كده هقول له enter بعد كده هو هياخد وقت طبعا شوية انا عندي مثلا هارد تيرا فهياخد وقت شوية لو احنا لاحظنا هنا العلامة الحامرة اللي هي ال bad sector هنا zero bad sector ما فيش bad sector هنا ال repair يعني هنا اللي هيطلع لك المفروض الاركام دي zero zero مسلا لو طلع لك عشرة bad sector المفروض هنا كمان يكون في عشرة bad sector recovered يعني اللي هو صلح ال bad sector اللي فودة وبيعد الاركام وعدد الميجاد فهتسيبه براحته خالص على اساس ان هو لو شايف اجزاء مفقودة او لو شايف bad sector يقدر يعمل لها repair ويصلح حبدو اي مشاكل يعني ادى بسيطة جدا يعني حوالي في حدود اربعتشر ميجا انا طبعا هسيب لكم اللينك زي ما نقلت لكم في البصف في الديسكريبشن يعني البرنامج ده ينفعكو جدا على اساس لو الهارد ديسك عندكو بيطلع لكو دايما الشاشة الزرقة بيطلع لكو دايما اخطاء الكمبيوتر بيفصل لوحده الكمبيوتر الاراية بتاعته بطيئة فبالتالي البرنامج ده هيساعدك ان هو يعمل لك repair بشكل كامل على البدسكتوري اللي موجود عندك في الهارد ديسك اتمنى شباب ان الشرح يكون عجبكو ان شاء الله اتمنى ان يعني لايك عشان لايك بيفصل معي جدا وتنساش تعمل تسبسكرايب اشتراك في القناة وما تنساش تعمل او تفعل علامة الجرس علشان يجي لك اي جديد دينا ان شاء الله اتمنى معكم محمد الال سلام عليكم اشتركوا في القناة